أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام من جديد نطلع عليكم لنذكركم ونذكروا أنفسنا أولاً بوقف الأم ونشارك معكم في قراءة التغريدات في هاشتاغ كاريزمة69 حياكم الله مشاهدين الكرام لازلنا نتحدث وسوف نستمر في الحديث عن وقف الأم وننتظر مشاركاتكم الآن على هاشتاغ كاريزمة69 أخي المشاهد يوم جمعة وفضل عظيم ووقف عظيم في أطهر بقاع الأرض ولأم عظيمة تستحق أنك تبر فيها وتتبرع باللي تقدر عليه الآن شاركنا في الهاشتاغ قدم تورعاتك وصور لنا الإيصال ونزله في الهاشتاغ ومن هذا المنطلق نشارك مشاهدين الكرام وأخي سلطان في الحديث والخوف في هذا الوقف العظيم لعل إن شاء الله هنا نفرح في القريب العاجل باكتماله بجهودكم ومساعدتكم وأيضا رجال الأعمال سيدات الأعمال نحثكم على التبرع والمبادرة في إكمال هذا الوقف أيضا مشاهد الكريم الدال على الخير كفاعلة انشر في القروبات للواتس آب انشر في وسائل التواصل الاجتماعي وثق ثقة تامة أنك على خير وأنك مأجور على كل هللة تدفع أنت سبب فيها الوقف الأم يتحدث عنه أو يشتمل على عدة مسارات طبعا الوقف متكفل بخمسمائة أسرة ما يقارب 2300 شخص في محافظة الظلم وعدة قرأ أو هجر يسكن فيها العديد من الأسر المحتاجة المتعففة اللي اليوم يحتاجون منا وقفتنا يحتاجون منا الريال اللي موجود في حسابك أنت منت في حاجته أو المبلغ اللي منت في حاجته ترى غيرك يحتاج حتى نص الريال حتى الريال يفرق في هذا الوقف لأنك لو دفعت أنت ريال والأشخاص اللي يشاهدون أنه كلهم دفعوا من الريال يعني يمكن نقفل الوقف هذا فيه خلال أيام بسيطة أخوي سلطاني يتكلم لنا عن الأشخاص المستفيدون من هذا الوقف وأيضا مسارات الوقف طبعا المستفيدون من هذا الوقف ليتام الفقراء وذو الدخل المحدود كبار السن أسر السجناء ذو الاحتياجات الخاصة مرضى الأمراض المزمنة المطلقات والأرامل والمهجورات أيضا عندنا من ضمن المسارات مسار العمل الإغاثي المسار العمل الإغاثي يندرش تحت أشياء كثيرة من ضمنها كفالة الأيتام السلال الغذائية تفريج الكربة الكسوة سقي الماء إفطار صائم كفالة الأرامل والمطلقات والمهجورات أكثر ما يعانون منه المحتاجين في المنطقة شح الماء الماء تقريبا يصلهم من مسافة تقريبا 150 كيلو على شاحنات يعني صهاريج تكلف يعني مبالك كثيرة وتصلهم وهم في أشد الحاجة يعني أنت تخيل أن الماء ينقطع عن بيتك ثلاث ساعات أربع ساعات ما نتحمل الشي هذا ما بالك يعني ناس يحتاجونه يجلسون في انتظاره باليومين و بالثلاث أيام والله العظيم يا جماعة أن اللذة العطاء في الأشياء هذه أنها ما توصف ساعد باللي تقدر عليه والله العظيم يا جماعة الأسر المحتاجة هذه الشي اللي تقدم لهم يعني يخدمهم وينفعهم بأشياء أنت ما تتخيلها يعني الواحد منه يروح يجلس له في كافي ولا يجلس له في مطعم يدفع فيها مبلغ وقدرة وهو ما يحس يعني يستنس خمس دقائق عشر دقائق ويدفع مبلغه همه دار يعني والله العظيم بعضنا يدفع لشبكة الجوال ويطلع ما يدري كم مبلغ المدفوع بينما الأسر المحتاجة يفرق معهم حتى الخمسة والعشر ريال تفرق معهم في أنها توفر لهم سلة غذائية توفر لهم ماء توفر لهم يعني احتياجاتهم يعني احتياجات أنت ما تتخيلها أو أنت ما تحتاجها وما تجي في بالك هم عندهم بالنسبة لهم يعني شيء كبير وشيء فعلا فعلا يحتاجونه يا جماعة بادر والله العظيم يا جماعة أن الوقوف مع الأشخاص هذولا أنه أجر غنيمة في الدنيا وفي الآخر أيضا أخو نايف عندنا هنا طريقة التحويل على اللي بيحول يشاركنا في هاشتاغ كارزما69 ارسل لنا الإيصال على التغريدة ورح نقول لكم إن شاء الله طريقة التحويل طريقة التحويل عبر حساب مصرف الراجحي الخطوة الأولى من القايمة الرئيسية اختار التحويل الخطوة الثانية اختار تحويل لجمعية خيرية الخطوة الثالثة اختار جمعيات البر والخدمات الاجتماعية الخطوة الرابعة اختار جمعيات البر بظلم الخطوة الخامسة اختار حساب الوقف الخيري أيضا الخطوة السادسة اكتب قائمة التبرع وضغط التالي الخطوة السابعة اكد العملية الخطوة الثامنة والاخيرة ابلغنا بتحويلك على رقم 0555975222 الآن تكفون يا جماعة أنت المبلغ اللي في حسابك في حسابك هللات حولها في حسابك خمسة ريال حولها أنت تقدر على مية تقدر على ألف تقدر على عشر ألاف تكفون يا جماعة والله العظيم من الشيء هذا يعني فضله عظيم أنت ما تتخيل كيف الشيء هذا يمكن يغير مسار حياتك أنا أقول لكم واحد يعني يتكلم لي عن قصة يقول رحت و تبرعت لي بمبلغ و كنت في حاجة المبلغ هذا يقول كنت محتاجة فعلا يقول كلمني في واحد كان أشد حاجة يعني في المبلغ هذا و راح أتبرق بالمبلغ يقول والله العظيم أني تبرعت للشخص هذا بالمبلغ و رحت أتسلف مبلغ ثاني علشان أمشي فيه أموري و يصرف عليه لنا الراتب يقول والله العظيم أن بعدها يعني يحدث لي أشياء وتنفتح الدنيا كلها في وجه وتمشي أموري يقول أنا كل ما مشت أموري وجاني رزق يقول أول ما أتذكر صدقتي لهذاك الشخص يقول يعني عندي يقين تام أنه ما مشت أموري ولا زاد رزقي لصدقتي لهذا الشخص والآن هذا الشخص نعرفه شخصيا يعني في حالة مادية الله يرزقه و يوسع رزقي يعني في حالة مادية رهية والله يزوده من فضله هذا كلها بسبب يعني المبلغ اللي قدمه كان بنية يعني بنية صادقة يعني ولا من هو اللي بيدفع مبلغه و ما يملك له و يعطيه شخص ثاني يروح يتسلف علشان يمشي أمورك تكفونا يا جماعة شاركونا في في إكمال هذا الوقت يعني باقي عندنا تقريبا ثلاثين في المية لو تبرع ثلاثين ألف شخص من مئة ريال الوقت رح يكتمل فخلونا أفرحونا وأفرحوا المحتاجين الآن عبر الهاشتاغ بتبرعاتكم أول البشار أخوي نايف ما شاء الله تبارك الله هذا حساب يقول صدق عن نايف وأمة الله يرغب وأيضا أرسل التحويل الله يتزاق خير يا رحمة الله الله يكتب الجر يتزاق خير إن شاء الله يا رب راح نشوف باقي التغريدات إن شاء الله الوقف يا جماعة الخيري يندرج تحته عدة مسارات يعني أنت الحين لو تبغى تتبرع تكفل لك يتيم أنت رح تكفلت لك يتيم لكن الوقف هنا يعني له عدة مسارات فيها كفالة أيتام فيها مسار الأسكان فيه مسار صحي فيه مسار تدريب وتأهيل فيه مسار تطوير أنظمة عمل حتى اللي من ضمنها يندرج تحته تحديث أنظمة أنظمة ولوايح في شراكة مع جهات حكومية في مراكز ظلم أيضا تدريب وتأهيل الموظفين للأسر المحتاجة بحيث أن يكون مؤهل أن يدخل يدخل وظيفة معينة ويخدم نفسه ويخدم أسرته المحتاجة أيضا تحقيق الاستقرار المالي من خلال الاستدامة المالية للجمعية أيضا وقف الجمعية في مكة المكرمة والشراكة مع مراكز التدريب والتأهيل والشراكة مع الجمعيات الطبية والأهلية أيضا المسار الصحي فيها توفير الأدوية المحتاجين ومساعدة لتوفير أجهزة طبية المحتاجين يعني غير قادرين على وصول المستشفيات بشكل يومي أيضا مسار التدريب والتأهيل تكلمن عنه اللي برامج تدريب منتهيب التوظيف أيضا برامج تطوير الذات وأيضا فيها مسار مهم بالنسبة للمحتاجين أو السر المحتاج المتعففة اللي هي بناء مساكن سداد إيجارات متعفرة سداد فوتير كهرباء أو ما تأثيذ مساكن وأيضا يدخل أو يندل استحتها ترميم المساكن وأيضا مسار العمل الإغاثي اللي هي سل الغذائية كفالة إيتام أفطار ساين سقيماء وكسوة الشتاوي العيد وتفريج الكربة فالمسارات عديدة والمسارات عديدة ولعل إن شاء الله أنها تكون تخدم الفئات المجتمعية المحتاجة في مركز ذر ليس باستطاعتك أن تأخذ مالك معك ولكن باستطاعتك أن تجعل المال يستقبلك فإن شاء الله تعالي الجميع فيه الخير والبركة وأن نتصدق في هذا الوقف العظيم وهنيئا هنيئا لمن بادر أولا فالوقف بإذن الله تعالى راح يكتمل راح يكتمل في مدة زمنية قصيرة جدا أخوي نايف دعني أشوف الكتابة تطلع لبعض الأمور الموجودة عندنا هنا أختنا زهرة المدائن تقول جمهوركم من ليبيا أنا أمي متوفي الشهر الماضي أو الشهر القادم بيكملها سنة كانت تمشي للسعودية كرمضان لكن ظروف كورونا منعتنا للذهاب إلى السعودية هذه السنة بالله عليكم لبي من تصدق عليها أم سلطان اليوسفي أنا تبرع عنها إن شاء الله بسهم في وقف الأم أختنا زهرة المدائن الله يغفر لأمك إن شاء الله يتجاوز عنها يا رب تطمح جمعية البر في ظلم من خلال دعم أهل الخير إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية والتي تتركز في مجموعة من المشاريع الطموحة والتي تسعى الجمعية إلى تنفيذها خلال هذا العام 2021 وهي السلة الغذائية كفالة الأيتام كفالة الأرامل ومطلقات المهجورات وإلى آخرها بناء المنازل ترميع المنازل فأسعد هدل الأشخاص بتبرعكم سواء بالهلالات بالريالات بالعشرات كلها تفرق معنا في اكتمال هذا الوقف بذن الله تعالى أخو رايد الأكلبي يقول متصدق في ظل صدقة يوم القيامة في قرره صلى الله عليه وسلم في حديثه كل مرئن في ظل صدقة حتى يقضى بين الناس أختنا عهد الجهني الصدقة تبقى والمال يفنى قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فكرة من أختنا أيضا عهد الجهني تقول التزم شهريا أو سبوعيا حسب وضعك المادي بتوزيع أو إرسال لأقرب جامع صندوق ما كفار لذنبك وصدق لوالديك فالله غفر لزانية سقت كلبا فكيف بمن سق إنسانا مسلما الله يتزاك خير يكتب أجرك إن شاء الله يا أختنا عهد فضل الصدقة يا جماعة لو تكلمنا عن فضل الصدقة يعني الحديث لا ينقطع عن فضل الصدقة سبب في الوقاية من البلائق الله سبحانه وتعالى الذين يفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيتهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأيضا سبب في مضاعفة الأجور سبب في دخول الجنة سبب في تكفير الذنوب والخطايا سبب في زيادة الرزق سبب في شفاء مريض سبب في طولة العمر بإذن الله أيضا سبب في بيان صدق الإيمان وسبب في تنقية النفس من الخبائث حتى أنت لا حسيت يعني بنفسك أو في نفسك قصور حتى لو حسيت في نفسك بضيقة ونت ما تدري السبابها رح تصدق يا أخي أبذل بادر الصدقة يعني أجورها ما يعلم هل الله سبب في نفع الآخرين ودعمهم وتماسك المجتمع صدقة أيضا تدخل في وصل الأرحاق تصدق عن أمك تصدق عن أخوك تصدق عن أقاربك تصدق عن والد والدك عن جد والدك تذكر حتى يعني خامس جد سادس جد لك ادفع مبلغ معين اللهم اجعلها صدقة عن جدي فلان وجدي فلان وجدي فلان أو ادفع صدقة أقول اللهم اجعلها صدقة عن كل شخص لحق علي أو شخص لقرابة فيني يا جماعة مجالات الخير واجد وأبواب الخير واجد لكن حنا نحتاج بس من يذكرنا ولا الخير موجود والله العظيم الخير موجود في الناس الناس يعني يبغون بس شخص يذكرهم القناة الشباب في القناة يقولون والله العظيم ناس واجد يجون يتكلمون يقول حنا نحتاج بس اللي يذكرنا انت اخوي المشاهد انت تتابعني الحين ادخل على الواتس وارسل ادخل على وسائل التواصل عندك الاجتماعية وارسل والله العظيم كل شخص تصدق حتى لو بريال انه اجر لك وما تدري اي العمل يعني اي العمال ينقذك من هذه العتمة وينقذك او يخرجك من ذنوبك او يفتح الدنيا في وجهك ما تدري انت تبدل الخير واسعى في عمل الخير والله سبحانه وتعالى ما راح ينساك من احبة الاعمال التي ينفق فيها العبد ماله هي الصدقة والمال وهنا يقول في الصدقة فوائد ومنافع لا يحصاها الا الله فمنها انها تدفع البلاء وتطفع الخطيئة وتحفظ المال وتجلب الرزق وتفرح القلب وتزكي النفسه وتحميها وتحبب العبد الى الله هنا معانا اختنا تقول بنت مكة تبرع بنية وليد الزهراني وفعلها المركز الاول باذن الله الله يتزهر خير ايضا صدقة بنية نايف الاكلب مرة اخرى تستاهل يا نايف الله يتزهر خير الله يتزهر خير ان شاء الله تصدقوا ولو بالقليل هذه احلام تصدقت بدون ما تذكر بنت مين بس نسأل الله ان يكتبها جرها الله يكتبها جرها ان شاء الله الصدقة تديم النعم وتدفع النقم ترفع البلاء تستنزل الشفاء تنجي من الكرب وتدفع غضب الرب قال الله تعالى امره امر نبيه صلى الله عليه وسلم قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نية من قبل ان يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلال اعظم الناس بركتهم في ماله اكثرهم صدقة في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقتهم من مال وفي الحديث القدسي يابنى ادم انفق حتى انفق عليك بالنسبة للجمعية عندهم هنا درعين الدرع الاول اللي هو تبرعك بقيمة عشر الاف ريال تتواصل على الرقم اللي ذكره اخوي سلطان قبل قليل يقدموا لك هذا الدرع تقدمها انت الشخص يعني تحب تقدم له هذه الهدية امك او ابوك او شخص يعني قريب منك وايضا هنا الدرع الاقل فئة اللي هو فئة الخمسة الاف رسالة جميلة تتكلم عن جنة الغالية تقديرا لمكانتك في قلبي اهديك اجرا لا ينقطع في اطهر بقاء الارض يا جماعة والله العظيم ما اجمل هذه الرسالة اذا تبرعت واخدت هذا الدرع وقدمته لوالدتك كيف يكون شعورها كيف يكون الاجر العظيم اللي ينصب عليك من الله سبحانه وتعالى يا جماعة بادر والله العظيم يا جماعة ما يبقى معك الا فعل الخير حنا عباده للله سبحانه وتعالى فقراء كلنا ذنوب كلنا معاصي مجالات الخير اتجه لها يعني زاحم الذنوب بالمعاصي قدم صدقة قدم عمل خير قدم بر قدم اي شي يعني يخرجك من الذنوب اللي يعني كل عبادة الله سبحانه وتعالى يعني يمكن يضربون فيها فاهم ما نتكلم عنه هو وقف الام شاركوا معنا وبادر يا جماعة يعني حنا حريصين ان الوقف يعني يكتمل خلال الايام القادمة الايام القليلة يعني نبغى يكتمل قبل انهاية البرنامج حنا ما شاء الله وصلنا الى 70% يعني تقريبا عدد كبير يعني اللي باقي 30% تقريبا فطلب وجدول الاهل الخير والارجال الاعمال وسيدات الاعمال تبرعوا وقدموا وشاركوا في اكمال هذا الوقف الوقف بيكتمل بك او بغيرك لكن الحضير اللي بيشارك في اكمال هذا الوقف وبيكون له نصيب من الاجر اللي رح يكتمل معه طول حياته وحتى بعد مماته الصدقة من افضل الاعمال واسكاها ويتمنى المؤمن الميت لو عاد الى دنياه لا يتصدق ربي لو لا اخرتني الى اجل قريبا فاتصدق واكن من الصالحين اعظم الناس بركة في مالها اكثرهم صدقة ففي الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وفي الحديث القدسي يا ابن ادم انفق انفق عليك الصدقة مع طيب نفس على علامة ايمان والصدقة مع تثاقل نفس علامة النفاق فقال الله عن المنفقين ولا ينفقون الا وهم كارهون يدفع ظلم الظالم بالصدقة صحة عن عموما هذه هنا رسالة ايضا يقول الله سبحانه وتعالى في مشروعية الانفاق وفعل الخير والتي يأتي في مقدمتها الوقف قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يقول الله سبحانه وتعالى ايضا انما اموالكم وولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوقى شح نفسي فأولئك هم المفلحون روى البخاري ومسلم في صحيحهم عن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسامره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب ما لنقض وهو انفس عندي منه فما تأمرني به قال الرسول عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت به قال فتصدق بها عمر انه لا يبع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمولا فيه ايضا هنا يناف معنا في التغريدات احدى الاشخاص رجائي عفو ربي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة تطفى غضب الرب كما يطفى الماء النار هذا التبرع من خالتي التي لا تقرأ ولا تكتب وليس لديها حساب اعطتني المبلغ ووصلتني بالتبرع في الوقف دعواتكم لها الله يشفيها ويرفعنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب يجزاكم كل خير يا رب ويرفعها ويشفي مرضاكم ومرضى جميع المسلمين ايضا هنا احد المغردين يقول منفاد الصدقة وكونها من ابواب الخير وسبيل الى الفوز برضى الله سبحانه وتعالى في الاخرة والصدقة الطيبة تطهير للنفس وان من الصدقة ما يكون من اعظم شعائر الدين واكبر براهين الايمان فقد صحى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان حاسم على ايمان صاحبها ودينه ايضا هنا عندنا اختنا خولة تصدقت بنية الوالدين سأل الله ان يكتب اجرها ويرزقها بالوالدين ان شاء الله ويطل في عمره اختنا فوزية الفارسي تقول فضل الصدقة في دفع البلاء يفوز بها المتصدق في الدنيا واخرة حيث ورد للصدقة عشر فوائد اولها انه خير ما يهدى للميت وانفع ما تكون له ويربيها الله عز وجل وثانيها انها الصدقة او ان الصدقة تدفع البلاء وثالثها انها تسد سبعين باب من السوء في الدنيا سلطان الامير هنا رساله لك يقول انت امير وجمهورك يقول لك اشتغل اكثر وخليك دائما علبث يارب ان شاء الله ما تطلع لانك قدمت فقرات ريالتي ان شاء الله نجم والله العظيم السلطان الله يخليك ارفع قدرك يا حبيبا ابو عينيزي ايضا ان لم تستطع ان تصدق فدل على الخير فدل على الخير كفى عليه فالجميع في خير والجميع يبغى ان يتصدق فاول كنا نتعب نبحث عن فلان وفلان وفلان عشان نتصدق الان الامور فايدين جميعا خلال ثلاثين ثانية في تطبيق الراجح نقدر ان نتبره فالصدقة شي عظيم والله العظيم انها تطفئ غضب الرب وانها تبدأ انك وارث وفواجعك كثيرة وترد كيد الشياطين عنها فكم من امور ان جينا الله سبحانه وتعالى منها بسبب صدقة قدمناه وحنا لا ندري ماذا كانت استفعل فينا غدا فنسأل الله ان كنا من محسنين اليه اخونا مرسال هنا يقول الوقف فرصة لنا لترميم حياتنا وعادة تنشيطها بفعل الخير وروح العطاء لان الصدقة تدفع البلاء وتذهب الوباء وتبارك في الرزق اختنا مطيرية يقول ارخي يدك بالصدقة ترخي حبال المصائب من على عنقك واعلم ان حاجتك الى اجر الصدقة اشد من حاجة من تتصدق عليه يا سلام رسال كثيرة والأهل الخير واجد نسأل الله ان يكتبوا جورهم ان شاء الله ويرزقهم ان شاء الله بر وارديهم طبعا المجال مفتوح الوقف الان بفضل من الله وصل 70% فهنيئا لمن يبادر اولا في كمال هذا الوقف وباذن الله تعالى نسجد كلنا شكر لله سبحانه وتعالى في اكتمال هذا الوقف في برنامج كارزما قبل ان ينتهي هذا البرنامج وكلنا امل ان شاء الله تعالى في اكتمال هذا الوقف القريب العاجي اختنا ديم المطيرية تقول الصدقة خير ما يهدأ للميت وانفع ما تكون له ويربيه الله عز وجل مشيرة الى ان المتصدق من خيار الناس والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها وان صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والاجر الكبير وتزيد في العمر وتزيد في المال وسبب في الرزق والنصر ضمان المشاركات كثير و طبعا فيها كلام زين ودي يقول لك بس هذا ملحق الكلام باذن الله تعالى ملحق الكل شيء الله انك تستاهل يا سلطان الله يخليك احفاقدها من فضيل الصدقة تظل صاحبه يوم القيامة قال الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصلوا بين الناس اختنا حنان تقول تبرعت تبرعت امي بنية شفاء والدتها دعواتكم لجدتي بالشفاء الله يشفيها ورفعنا ان شاء الله دعواتكم لجدتها حنان سأل الله ان يشفيها ان شاء الله ويمتعها بالصحة والعافية الله امي ويخليها لكم واختنا دعوة تقول الصدقة تفتح لك بواب الرزق وتشفي لك مريضا وتمسح لك اثمن الدال على الخير كفائلة واختنا نوع في الشم اللي تقول الصدقة قد تفتح رزقا كان معلقا او تشفي مريضا او تزيح أهما تفتح رزقا كان مغلقا توقعنا الكتابة يعني فيها الصدقة في جمعية مكة في اعظم بقع الارض واطهر اجرها مضاعف صدقة جارية تبقى لك اختنا اسرائيل اذا دقب لا هذا ما ندخل قال رسول صلى الله عليه وسلم ما نقصها مالهم من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد ايضا وقال رسول صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشك التمرة شك التمرة هذه تخيل انت كيف لو شك التمرة تتق النار فتبرعوا وهنيئا لمن يبادر هنيئا لمن يبادر فالوقت الوقف ما باك عليه الا قليل باذن الله تعالى نكتمل وحن موجودين ونفرح مع بعض باذن الله تعالى ما انتم من دخلين الشعور كيف الله رح نعيش في اكتمال هذا الوقف شك في هنا برضو رسالة اختنا شوكم طيري في الصدقة فوائد ومنافع لا يحسيها لله فمنها انها تدفع البلاء وتدفع الخطيئة وتحفظ المال وتجلب الرزق وتفرح القلب وتزكي النفس وتنميها وتحبب العبد الى ربه الله يجزاكم بخير والله يا جماعة ان الرسالة هذه انها تأثر في النفس حتى لو الواحد يعني ما يتوقع تأثيرها على الاشخاص اللي يقرونها او يسمعونها الله يجزاكم بخير يكتبوا جوركم ان شاء الله اه احنا الان نبي نختم الناف نبيك تقول الاخر الكلمة توجهها لهم وحنا رح نستمر معنك السفراء سواء بعد الصلاة في اي وقت حنا سفراء ونوجهها ونذكرهم في التبرع انا اقول ساهم باللي تقدر تبرع وبادر واغتنم الفرصة والله يا جماعة ان ما يبقى معك في هذه الدنيا اللي عمل الخير نور لوجهك سعة في رزقك حتى الله سبحانه وتعالى ينزل محبتك في قلوب البشر وصل الى ارحمك بر في امك بر في ابوك وصل لاخوانك ابواب الصدقة يعني كثيرة انت صدق وانونية والله سبحانه وتعالى بيجازيك فيها تكفون يا جماعة والله العظيم شوفوا الطلب تكفون ترى والله العظيم ان فيه اسر محتاجة يعني الشباب روح الظلم شافوا مشاهد يعني تقطعت قروبهم منها يتكلمون تحت البث عن اشياء والله العظيم يعني الواحد يتمنى انه يبذل شيء علشان يخدم العوائل هذه ويخدم الاشخاص اللي محتاجين تكفون ساعدهم من اللي تقدرون ايضا هنا اخر رسالة بقرة انا تصدقت بنية عمر بن هدان صلى الله تعالى نشفي ويرفع عنه ونطمينكم انه عمر بخير الله ومك الحمد والله يزي كل خير ومن تصدق ومن هنا ما فيه الا العافية ما فيه الا العافية من عشة ريالتي مع بعض مشتاقين له بهذال ان كان يسمعنا تعال ترنا مشتاقين الله يحفظكم بحفظه ونستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في امان الله في امان الله شكرا